تحدي صريح تأييد 49 الجمهوريون والديمقراطيون تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق وإيقاع البلاد في حالة فوضى غير ضرورية الحل يتمثل في إنهاء كل هذا العبث سيؤدي الأمر إلى الإضرار بالملايين من الأمريكيين الذين لا يستحقون تلك المعاملة سأدعو كل زملائي لنتعاون سويا من أجل تحديد ما يصب في منفعة الناس الذين نمثلهم لنعيد فتح الحكومة ولنستأنفى مناقشاتنا الثنائية بشأن تمويل قواتنا المسلحة وبشأن داكا وبشأن الحكومة وكل الأولويات الأخرى التي باستطاعتنا أن نعمل معا لتقديم حل لها كنا على استعداد للتوصل إلى تسوية مع الرئيس بهدف تحقيق اتفاق في البيت الأبيض بدأ الأمر وكان الرئيس مستعد للموافقة لكن ما تمخض عنه الاجتماع الذي انعقد بالمكتب البيضاوي يؤشر للفوضوية والاضطراب الذي شاب موقف الجمهوريين التفاوضي إلى الآن وقد شكل الخلاف بشأن مشروع داكا لحماية المهاجرين القصر الذي جعله الديمقراطيون في قائمة أولوياتهم محورا رئيسيا للخلاف بين النواب حتى أن البيت الأبيض اتهمت ديمقراطيين بالسعي المتعمد لتعطيل الحكومة الفيدرالية الرئيس يشعر بالإحباط لأنه لم يكن ينبغي أن نناقش مثل هذا الموضوع وقد حصل الديمقراطيون على الإغلاق الذي سعوا إليه بمناسبة مرور عام على تنصيب الرئيس عندما تكون بحاجة إلى 60 صوتا لتمرير قانون فهم يملون علينا ما ينبغي فعله زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكانل وفي محاولة لوضع حد للأزمة قال إن المجلس سيعود الاجتماع اليوم لبحث مسألة تمويل الحكومة داعيا إلى جلسة للتصويت على مشروع التمويل المؤقت في وقت مبكر من يوم غد الاثنين تلافيا لاستمرار الإغلاق الذي قد يدفع بمئات الآلاف من الموظفين إلى البقاء في منازلهم لحين حسم الجدل بشأن الموازنة ترجمة نانسي قنقر